تعتبر الأرض محور المواجهة مع إسرائيل التي توظف إمكاناتها مجتمعة لصالح المصادر والتهويد وبناء المستوطنات على أراضي الفلسطينيين دون الالتفات لكل المساعي الهدفة لوقف التمدد الاستيطاني على الأرض الفلسطينية التي تئن تحت وطأ الضربات الإسرائيلية الموجعة في قدم الأرض ونهبها هي تعمل كل الطرق من أجل ذلك لتنفيذ هذه المخاططات الوحدات الاستيطانية وفي المقابل تكون بتضييق على الفلسطينيين بالهدم مصادرة أراضي تهجير ترحيل كل ذلك يصف في سياق الاحتلال الإسرائيلي أنه يريد إحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية وإغلاق أي نافذة من أجل فرص للسلام المشاريع الاستيطانية المتواصلة تشي بخطورة المرحلة المقبلة خصوصا وأن مشروع ما يسمى بالقدس الكبرى الإسرائيلي والذي يتمثل بضم المستوطنات اليهودية يعد ركيزة إسرائيلية في تصفية ملفات الحل النهائي وفرض الحقائق على الأرض وتغيير الصفة القانونية للأراضي المحتلة عام 67 تهدف إلى توسيع سلطة بلدية الاحتلال لتشمل مناطق تبعد حوالي 15 كم عن المدينة في حين يتم إخراج الأحياء الفلسطينية المناصقة للبلدة القديمة من هذا الحيز والهدف هو التهويد بالكامل والتحكم في شروط الطور الديمغرافي في المدينة للإبقاء على معادلة تميل تماما لصالح الإسرائيلي وما بين الواقع والمأمول يتمسك الفلسطينيون بمقاومة شعبية في مناطق التماس مع المستوطنات اليهودية ومعسكرات جيش الاحتلال لوقف حالة التوسع الاستيطاني التي تشهدها المناطق الفلسطينية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية تشهد نموا مضطردا في الأونة الأخيرة سيموا أن دولة الاحتلال تسابق الزمن في فرض الحقائق وتغيير الملامح الجغرافية للمكان من أمام مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي الفلسطينيين كوربا رامالله حسن أبو الروب الإخبارية